في الوقت الذي كان فيه وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية أوري أرئيل يدشن بيديه كنيسا يهوديا داخل إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المحافظات الشمالية كان لسانه وعقله يخططان ويحيكان المؤامرة الجديدة نحن في أرض إسرائيل ونرفض قيام دولة أخرى على حدود عام سبعة وستين هذه الأقوال والإدعاءات التي جاءت على لسان الوزير اليمني المتطرف مستهلا بها حديثه العنصري هذا النهج الذي يعبر عنه من قوى الأطراف الاتلاف الحاكم في إسرائيل بيعكس إلى حد كبير رؤية الحكومة الإسرائيلية الحالية وأيضا تعاطيها مع مستوى تعاطيها مع المفاوضات السياسية الجارية إحنا حقوقنا معروفة وواضحة ولا نقبل بأقل من دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وخالي من الاستيطان والمستوطنين وبشأن الاستيطان دعا الوزير أرائل إلى زيادة ميزانيته لتكثيفه في الضفة الغربية باعتبارها ضمن حدود دولة إسرائيل الممتدة من نهر الأردن حتى الحدود الغربية حسب ادعائه المستوطنات بلغت مساحاتها حد كبير حوالي 2% من مساحة الضفة الغربية هناك نوايا لدى الإسرائيليين لتوسيعها إلى حوالي 10% من مساحات الضفة الغربية تحدث عن المناطق المبنية هناك نية للسيطرة على 60% من أراضي الضفة الغربية بالكامل لذلك ما زال أمام الإسرائيليين كما يفكرون كما يخططون شوط طويل بحاجة لمصادرة مزيد من الأراضي السيطرة على المزيد من الموارد تهجير عدد أكبر من السكان الفلسطينيين حقيقة أن البرنامج الصهيوني ينفذ على أيدي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين تصريحات أكثر تطرفا وعنصرية كان قد دعا إلى تنفيذها سابقا كبناء الهيكل المزعوم واعتبار مسألة قيام دولة فلسطين قصة من الخيال حسب تعبيره ترسيم للحدود وتكثيف للإستيطان ومخططات باتت في العلن فلا تدعي الحكومة الإسرائيلية منبرا من منابرها إلا وتكرس فيها العنصرية لتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية من أمام إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيري علي دار علي تلفزيون فلسطين